أستاذة لميس يعني حضرتك طبعاً بخلاف الحماس الرهيب اللي انتي بتتكلمي بيا عن إناكتس وطبعاً لازم احكي للناس عممكن احكيه؟ ممكن احكيه؟ يا جماعة أستاذة لميس بتجيب أو كل الجودجنج تشرف على فكرة أن الجودجنج فاناً نحن تيجي تشوف الطلبة الحلوين دول عشان تقول رأيك فيهم ده ده أمر احنا بدي دارش نقول لا وده باشن عندها شغف رهيب اه هي عندها باشن فانا عايزة اسألك يا أستاذة لميس دور الشركات الكتيرة والشركاء اللي احنا شفناهم منهم داعمين لإناكتس على مدار رحلة الطلبة من أول ما بيبدأوا السنة لحد أخيرها موجود ولا هو دور موجود بس في الحفل الختامة وفي التحكيم النهائي له عدد كبير جداً للأسف ما كانش موجود معنا المرة دي لتوجدهم في الخارج وفي اجتماعات بس لكن هما متوجدين خلال العام كله لأن هما بيمدوا الدعم وليس الدعم المادي فقط لكن الدعم نفسه المعنوي التكنيكل ما نتكلمش كده طب نتكلم بالطريقة دي لما بنيجي نشوف الفريزنتيشن وبالزاد بقى في الفاينلز بقى وإحنا طلعين بره دول حيمثلوا مصر لا يعني بن يعني الهو لأ العين تتعامل ازاي طب نتكلم مش عايزين سامفثي عايزين أمفسي فبنمسكهم بقى بنعمل فالدور شغالين إحنا معاهم خلال السنة طبعا مدام فاطمة شغالة أكتر لأن هي اللي بتجهز البرامج التدريبات وهما محتاجين ايه سكيلز ديفالبنت حد يجي يعمل لهم تدريب على ازاي يتكلموا على ازاي بريزنتيشن الكلام ده كله احنا دور البنوك والشركات اللي هي على البورد الداعمة اللي هي بتدي فانت وكل في حد ممكن بيبقى حاطة فلوس بس ما فيش حد موجود لهم وحد موجود بس مالوش دور فاعل بس مالوش فلوس بس ليه دور تاني فعال فالهو بقى كل حد بيعمل حاجة يعني كأننا بنقول ان الشركات او الرجال الاعمال اللي بيساهموا هما بيساهموا سواء بالخبرة او بالمادة لأولي الخبرة كمان مهمة جدا لان انا عايزة قولت ان هما بيحطوا الاستراتيجيات لإنكتس يعني انا لما حتى بيدخل جماعات جديدة بيكون كل حاجة من خلال المجلس على اساس ان انا مش لازم ان انا فيه لو جماعات مش اكتف قوي ومش شغالين ممكن ما هتمش بيهم لغاية ما يرجعوا تاني ويبتدوا يبوا اكتف علشان احنا الكلام ده كله بيكون احنا بنشتغل مع الطلبة بدون مقابل بكل ده دعم فاحنا مش عايزين طبعا الجماعات نضيع وقتين بالزبط والفلوس يعني نضيع وقتين